السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اللي فاتتكلمنا عن اهم الاسباب اللي ممكن تسبب جفاف وتشقق وخشونة في القدمين سواء عند مريض السكر او عند الناس اللي معندها السكر في الفيديو ده هنكمل الموضوع وهنتكلم عن اهم العلاجات اللي موجودة في الاسواق اللي ممكن تعالج الجفاف جفاف القدمين وتشقق القدمين سواء لمريض السكر او الناس اللي معندها السكر هنبدأ الاول بالعلاجات الطبيعية اللي موجودة في كل البيوت اول حاجة ممكن تستخدمها لعلاج جفاف وتشقق القدمين زيت الزتون زيت الزتون ممكن تستخدمه لانه بينعم ويرطب الجلد بشكل فعال جدا كمان ممكن تستخدمه عن طريق انك تفرج به القدمين بزيت الزتون يوميا قبل النوم وبعد كده تلبس شراب عشان الجلد يمتص زيت الزتون من الحاجات المهمة اللي بتعالج جفاف وتشقق القدمين الموز يعني ايه الموز الموز ده من الحاجات المهمة جدا لانه بيجدد الجلد وكمان بيزيل الجلد الميت ويحفز الدورة الدمية وتهرسهم وتحطهم على الرجل لمدة عشرين ديها وممكن بعد كده تخسل القدمين بالماء. تالت حاجة ممكن تستخدمها زيت اللمون وزيت جوز الهند وزبدة الشياء. زبدة الشياء دي من الحاجات المهمة جدا وهتلاقي فيه مركبات موجودة في الاسواق داخل فيه تركيبها زيت الشياء. علشان بترتب الجلد وكمان بتحمي الجلد من تشققات ومن الجفاف. ممكن كمان تستخدم دقيق الشفان وتحط عليه زيت زتون وتحطه على الرجل والخلطة دي او الوصفة دي علشان تزيل الجلد الميت وعلشان تعمل تأشير للقدمين. رابع حاجة زبدة الكاكاو. زبدة الكاكاو بتاخد معلقتين كبار من زبدة الكاكاو وتدلك بهم القدمين وتتركها عشر دقايق وبعدين تخسل القدمين بالماء والصابون. خامس حاجة من الحاجات البسيطة جدا والمتدولة واللي موجودة واللي سعرها كويس ومفيدة لكل الناس الفازلين. الفازلين من الحاجات المهمة لانه بيرطة بالقدمين لو استخدمتوا قبل النوم والبست شراب بعد ما تستخدمه. من الوصفات المهمة جدا اللي بتستخدمها بس ما تستخدمش لمرضى السكر وصفة الفازلين مع حمد السلسلك. بتجيب فازلين وتحط عليه اسبرين او حمد السلسلك بتركيز من 20 الى 30 في المية. وبعد كده بتستخدمه وتحطه على الرجل وتخسل الرجل بعد 20 دي. الوصفة دي بتزيل الجلد الميت بتشيل الجلد الميت بتعالج التشققات لكن ما ينفعش تستخدم مع مريض السكر لان حمد السلسلك المركز ده بيبقى زي المادة الحرقة وممكن يعمل حرق في الرجل. من العلاجات اللي موجودة في الاسواق وهقولك دلوقتي عليها وعلى اسعارها. اول حاجة كريم لازالة التشققات وجفاف القدمين داخل في تركيب زبطة الشيعة وده سعره 26 جنيه دي صورته. تاني حاجة كريم مايفود. الكريم ده بيعالج التشققات باليوريا والسلسلك اسد سعره 40 جنيه. تالت كريم اسمه كريم ابن سينة. الكريم ده ممتاز لعلاج تشققات وجفاف الجلد. سعره سبعة جنيه بس. كويس جدا. رابح حاجة كريم اسمه كريم يوري بار. الكريم ده آآ كويس جدا بيحتوى على عشرة في المية من اليوريا. آآ وفيه نوع تاني بيحتوى على خمسة في المية من اليوريا. لكن غالي شوية سعره مية واثناشر جنيه. في كريم برضو ممتاز اسمه يوري سيرين. الكريم ده ممتاز جدا برضو لعلاج الجفاف وتشققات القدمين. من اهم الكريمات بصراحة اللي موجودة في الاسواق واللي استخدمناها كتير وبننصح بيها للمرضى. كريم اسمه كريم جويل. الكريم ده فيه منه انواع كتيرة لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الكريم اللي بيعالج تشققات القدمين. الكريم ده ممتاز جدا لانه الماني مكون من عشاب طبيعية وفعلا علاج فعال. وكمان ممكن يستخدم للناس اللي عندها آآ سكر. لو حبينا نلخص العلاجات اللي ممكن آآ تعالج جفاف وتشقق القدمين سواء لمريض السكر او للناس اللي ما عندها السكر. لمريض السكر ممكن تستخدم الفازلين. ممكن تستخدم مرهم جويل. ممكن تستخدم كريم يوريسرين. وكمان ممكن تستخدم زيت الزتون وزيت جوز الهند. وآآ زبدة الشية. كما ممكن تستخدم زي ما قلنا الفازلين وتلبس شراب قبل ما تنام. الناس اللي ما عندها السكر ممكن تستخدم كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. ممكن تستخدم خلطة الفازلين مع حمد السلسلك اسد. ممكن تستخدم كريم مائفوت. ممكن تستخدم كريم الزبدة الشية. ممكن تستخدم كمان كريم الجول. ممكن تستخدم كمان كريم اليوري بار. ممكن تستخدم زيت الزتون. ممكن تستخدم زيت جوز الهند. ممكن تستخدم زيت اللامون. ممكن تستخدم الفازلين زي ما احنا قلنا. وتلبس شراب برضو. دي ملخص الموضوع كله لو انت مريض سكر او لو انت ما عندكش سكر. ايه العلاجات المفعالة المناسبة ليك علشان تعالج جفاف وتشقق القدمين بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شيرول غيرك لان ممكن ناس تانية ما تعرفش المعلومة اللي فيه الفيديو اللي جاي انشاء الله هقول لك على اهم عشر نقط مهمة جدا تحميك وتمنح حدوث جفاف القدمين سواء مريض سكر او ما عندكش سكر بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي اسشاري راحت العظام والعناي بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوناش من دعائكم في ايام رمضان ربنا يجعلها ايام خيرة علينا جميعا ادعونا وادعوا لكل المسلمين والكل الناس ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام ويزيح الغمة عن الجميع ويا رب ويا رب يسعدكم واتمنى ليكم الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته